أهلا بحضراتكم من جديد كابتن يعني بطولة بتبقى صعبة كوالسها بتبقى يعني بيبتدي الأداد لها من مدر كمان من شهر 7-6 تكلمنا على بداية الموسم واستعديت ازاي والصعوبات اللي قابلتك في بداية الموسم الحمد لله احنا بدأنا في أول شهر 9 كاتب بداية الحمد لله كانت كويسة يعني كان عندنا نقص شوية في بعض المراكز كنا بنحاول على ده ما نقدر نحنا ندعم الفريق فيه ولاد بن سعادهم الفريق 15 سنة كانوا عاملين كويس يعني كانوا عاملين دعم كويس في المخشط معنا ولدين شريف وعبد الرحمن من اللعبة المميزين المبشرين يعني 15 سنة طلعتهم معنا من سعادهم معنا وفيه كمان ولاد عندنا من 17 سنة بيتسعادوا للفريق 19 سنة كويس وبدأنا الحمد لله ده دارتنا مهداية والدور قبل النهائي والدور النهائي والحمد لله ربنا كرمنا يعني بدون هزيم طبعا كانت في بداية الموسم في قطاع الناشئين عاملاتهم في أي لعبة بيبقى عندك مجموعة من اللاعبين بتغادر الفريق عشان تطلع للسن الأكبر وفيه مجموعة تطلع لك من تحت كان الأكتر من قوام الفرقة السنة اللي فاتت هو اللي تصعد بنت بتضحك لأن السؤال ده بيقى مصدع في دماغي المدربين هم بيبقى القوام الأكبر هو اللي تطلع ولا القوام الأكبر هو اللي بقى معك والله يا وإنسان اللي فاتت يعني ده نقول يعني إيه ففتي ففتي كده يعني نص المميزين صعدوا لفريق 19 سنة وفيه برضو ولاد مميزين من السالة اللي فاتت كانوا فضلوا معايا السنة هو كان من ضمنهم أناس وولاد كتير بصراحة مش عايز أنس حد منهم بس كان فيه برضو قوام كويس يعني كان مجون من السالة قدرت تبني على الفضلوا معاكم السنة من الأولاد اللي صعدوا من 15 سنة قدرت تبني وكان يعني ناتيك بينه طب أكلمني يمكن نهايات كان لها ظرف غريب جداً القرعة خليتك تلعب في عنديت المنافسين يعني تلعب دجلة في دجلة صح؟ ولعبت شمس في شمس في نادي الشمس طيران في طيران فنهاي كان مع بيت رجدت في الأستاذ يعني والله هي كانت قرعة بس يعني في نفس الوقت أنا اتكلمت مع الولاد وطولهم ده يعني يبقى حافز لنا أنه نحن بلعب كل فرقة على ملعبها وجمهورها ملعب مكشوفة وإحنا طبعا نتعارف فإحنا دائما في الصالة الشهداء صالة مغطاة فطبعا دي كلها كانت عامة صعبة جداً ملعب كلها كانت مكشوفة كلها كانت مكشوفة النهائي بس هو اللي كان في الأستاذ فدي كانت حاجة صعبة جداً الولاد بتبقى صعبة جداً فأنا طبعا اتكلمت معاهم وطولهم ده يكون حافز لنا أكتر ما يكون حاجة يعني ضدنا بس وكانت تحدي كبير جداً أن المطرات كلها كانت صعبة والحمد لله ربنا كارك